معنا الآن من الإسكندرية مبارشرة مرسلنا محمد الخطيب يتحدث إلينا عن المشهد الانتخابي هناك محمد ما الذي رصدته في المشهد الانتخابي اليوم في اللجنة التي تقف منها؟ نعم زملاء بعد التحية بالفعل نتواجد معكم الآن من داخل مدرسة محمود سامي البرودي بمحافظة الإسكندرية هذه المدرسة التي استعدت منذ الصباح لاستقبال الناخبين بالمحافظة بعد أن أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة لاستقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول المشهد الانتخابي يمكن منذ بداية اليوم هو مشهد انتخابي محترم ومنظم وهادئ جدا ويسير بشكل مرتب والجميع هنا حرصين أن يكونوا يقدمون كافة التسهيلات وكافة الخدمات للمواطنين لإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم محافظة الإسكندرية بها كتلة تصويتية كبيرة نتحدث عن 4.300.000 ناخب من يحق لهم التصويت من داخل المحافظة وبالفعل المحافظة على مدار الأيام الماضية استعدت لهذا اليوم الكبير من خلال طبعا الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمقار الانتخابية واللجانة العامة والفرعية نتحدث عن حوالي 18 لجنة عامة و340 مركز انتخابي وأكثر من 530 لجنة فرعية نتحدث عن حوالي 36 لجنة تم إنشاءها لتصويت المقتربين ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية ليكون لهم الحق في التصويت والمشاركة حتى وإن كانوا بعيدا عن محافظتهم الذين يقتنون فيها المشهد الانتخابي كما ذكرنا هو مشهد به كثافة في الإقبال منذ الصباح الباكر كان هناك ملاحظة في وجود عدد كبير من الشباب الذين كانوا حرصين على المشاركة في العملية الانتخابية وبعد ذلك تفاوتت نسبة الإقبال من الشباب إلى كبار السن وإلى السيدات وطبعا نتحدث الآن إلى الساعة الرابعة هناك أصبح عدد كبير أيضا من المواطنين في انتظار دخولهم اللجان التي يعني خلفي للإدلاق بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيضا كان هناك زيارة لمحافظة الإسكندرية للمقار الانتخابية والاتمنال على سير العملية الانتخابية داخل جميع المقار في محافظة الإسكندرية أيضا فيما يخص طبعا الحالة المرورية والحالة الشرطية طبعا هناك تنصيق كبير في المحافظة وإدارة المرور اللي طبعا عدم حدوث تكدسات وحدوث الزحام طبعا تسهيلا على المواطنين مديرية طبعا الشباب والرياضة أيضا قامت بفتحة 15 لجنة لإدلاق المواطنين في الانتخابات الرئاسية إذن هناك تنصيق كبير بين كافة أجهزة الدولة وكافة الأجهزة لتخرج هذه الانتخابات بشكل نائق وبشكل مشرف أمام العالم وطبعا كما ذكرت ما أهم ما رصدناه أيضا هو مشاركة كبيرة من كافة فئات الشعب المصري نتحدث طبعا عن محافظة الإسكندرية الذين كانوا حرصين أن يكونوا متواجدين منذ الصباح وعلى طبعا مدار اليوم نرصد يعني توافد بعض منهم أيضا كبار السن أيضا لاحظنا وجود عدد كبير من داول همم الذين كانوا حرصين أيضا أن يأتوا إلى اللجان الانتخابية للإدلاق بأسوتي والمشاركة في العملية الانتخابية أيضا اللجنة العامة القضائية المشرفة هي في إنعقاد دائم لمتابعة سر العملية الانتخابية من خلال تواجد القضاء داخل مقارب الانتخابية نعم تفضلي نعم محمد الخطيب كنت معنا من محافظة الإسكندرية للوقوف على المشهد الانتخابي شكرا جزيلا لك